أظهرت البيانات المالية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه تراجع أرباح الشركة في العام الماضي بنحو طفيف على أساس سنوي لتبلغ 12 مليون و 200 ألف دينار وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة الدورية للمحطة مشيرة إلى أن مجلس إدارتها أوصى في اجتماعه بتوزيع أرباح النقدية عن العام الماضي بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 12 فلسا للسهم الواحد